بس انا عايز اروح هنا لمنطقة الشباب وبروزها كده انا طبعا المفروض ان انا بتكلم عن المرأة بس اسمحوا لي بتكلم عن الشباب لان هم ابهرونا يعني بعد كذا استحقاق سياسي بدأ الشباب ينور الشباب المصري يفرح فتم التركيز معاهم فتم الاستماع ليهم فتم الاستفادة منهم ومن افكارهم فتم توظفهم في اماكن كثيرة جدا في مفاصل الدولة فاسبتوا جدارة واعتمدنا عليهم ففكرة تبني الشباب في الفترة الاخيرة دي فكرة يعني مش اي دولة في العالم عندها الجرأة دي جرأة محسوبة في محلها في الاتجاه الصحيح طيب اما اجي النهاردة اتكلم مع الشباب طبعا اكيد هتكلم عن التعليم هتكلم عن التعليم هنقول جامعات طب امتى بقى هدخل مفهوم التعليم الفني باعتباره لا يقل اهمية عن الجامعات وربما يبيتفوق عليها في كتير من دول العالم اللي خريج تعليم فني الساعة بتاعته اغلى من خريج الجامعة ومن الدكتور ومن المهندس ومن المحامي يعني امتى هنكسر الصورة النمطية دي حريري اتكلمتي برضو على حاجة في المتعلمية وهي تمكين الشباب وازاي الشباب ممكن يكون محرك رئيسي في التغيير يعني احنا شفنا النهاردة انه في المواقع التنفيذية لما شباب في عمر العشرينات جديا يعني بقوا في مواقع زي نائب محافظة بالكامل بياخد هذه القرارات لملايين المواطنين الحرفية وقبل بلاءا حسنا للغاية يعني مقارنة بخبرته مقارنة بعمره بالعكس الشباب دايما زي ما حضرتك قلتي عندهم الجرأة لانه انا في اللحظة دي مش هيبقى عندي الكتير عشان اخسره ومش هيبقى عندي انغلاق فكري نتيجة تجارب كتير حسيت بعدها ان انا مقدرش انا حس طول الوقت اني اقدر وحس طول الوقت اني لسه كده طاضج زي ما من قولي وجرأة محسوبة مش متهورة وراها كمان وعي ام واب زي ما حاك قلتي مهمة قوي احنا بنتحور في ايه في البيت مش هيطلع كده فجأة ده شيطاني ده على فكرة وكمان انه الشباب يكون عندهم الانفتاح الكافي انه احنا نستفيد ازاي من تجارب الكبار وازاي نستفيد من الخبرات الكبيرة فيبقى فيه تكامل مش يبقى فيه اي نوع من انواع الاقصاء فسواء في الموقع التنفيذية او حتى في مجلس النواب الحقيقة نهار ده لما بيبقى برضو نواب في عشرينتهم وفي تلاتينتهم يحملوا هموم المواطن في الشارع ويعبروا عنها بشكل جاد دي تجربة مهمة جدا تجربة اللي انا جاي منها تجربة تنسئية شباب الاحزاب والسياسيين وازاي مكنت شباب بشكل جاد من كل الاحزاب والاطياف السياسية دي كتحالة حوار حقيقية بدأناها في الفضاء العام من اربع سنين علشان انا وانا جاي من طيار معارض قاعد مع حد من اخصى الطيار اليميني ونقدر نوصل لتفاهم ما علشان احنا الاتنين بنحب هذه البلد بجد نفس الشيء انت عندك رؤية مغيرة في اي موضوع اقتصادي اجتماعي سياسي ازاي نلاقي مساحات مشتركة وده بالمناسبة هو مفهوم الحوار المساحات المشتركة مساحات المشتركة اللي بتحفظ لي على الوان الطيف السياسي اللي هي حالة سياسية صحية جدا في اي دولة الفكرة مش ان احنا بنقصي اللون من الالوان السياسية او ما بنسمعوش او بنقمعو او بنعمله ريجكت لا بالعكس ده كله موجود على ما اي ده واحدة كله بيتكلم كله بيقول رأيه كله بيسمع بعضه كله بيفهم بعضه تقرب جهات النظر في الاخرى اصل الهدف واحد هو الهدف مصر